الشيء الرائع جدا في إطار مسؤولية النادي الأهلي المجتمعية في الوقت اللي مصر الدولة بتحتفل وتحتفل بمؤتمر الشباب العربي الأفريقي في أسوان وقت ما مصر بتستعيد قوتها في القارة الأفريقية وبيرأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحاد الأفريقي في هذه الدورة تدفق الاهتمام المصري الأفريقي في الجنوب يصحبه تدفق اهتمام رياضي كبير من النادي الأهلي بالأشقاء الأفريق واحتضان رائع رائع لبطولة أفريقيا للقرأ الطائرة للأنسات في النادي الأهلي وبعدها تبقى بطولة أفريقيا للرجال بس تشوفوا حجم الحفاوة والاحتفاء والسعادة اللي لدى الفرق الأفريقية المشاركة في هذه البطولة الأهلي من خلال هذه البطولة اللي بيستضيفها في صالة الأمير عبد الله الفصل ده جانب من حفل الافتتاح شوفنا قد إيه الفرق الأفريقية هنرجع تصريحات البعض منهم بس شوفوا هي ديها مسؤولية النادي الأهلي وشوفوا هذا التناغم وهذا التلاحم في المسئولية المصرية العامة تجاه أفريقيا يعني الحقيقة ألمس أن الأشقاء العرب أو الأفارقة عندما يأتونا إلى محفل رياضي ينظموا النادي الأهلي في مصر بيجوا بانبساط مرتاحين أنت قلت كلمة بسعادة بيقضوا وقت فيه سعادة بالضبط وهي دي فلسفة الرياضة عموما وهي دي برضو جزء من مسؤولية الأهلي الرياضية المجتمعية طبعا أنه يكون على قدر المسؤولية ويخلي الناس تشعر بقيمة الأهلي ومصر حفل كبير حضروا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعلن في التاحة البطولة كما حضروا أيضا الدكتور عمر علواني رئيس الاتحاد الأفريقي ووفود الفرق المشاركة في البطولة كان فيه بعض الاستعراضات لكنه شباب الأهلي ما شاء الله بقيادة الدينامو وليد مبروك متولي الحياة شباب في التنظيم رائعين جدا أيمين بالمسؤولية من خلف السطاة اللي تخلي النادي الأهلي سعيد بأنه فعلا بينجب كوادر إدارية مهمة جدا لمستقبله هم دول العمود الفقري لمستقبل الأهلي الإداري يعني مش أعضاء مجلس دار النهاردة لما نيجي نقولي السراج والجرح والضماطي وطرق أندير وطرق أندير واللي بينظاموا المطولات وبوهر ومهند طبعا كلهم أثبتوا جدار لكن لما يكون من خارج المجلس وما لهمش أي متطوعين وبحب وبإقبال وبتضحية وبنجاح وبتفاني وبدين بروح عالية كمان وبروح عالية هو ده بص والله هو ده اللي بيخليك تفرح بالأهلي تفرح بالأهلي لأنه هي دي رسالة الأهلي أنه يخلي الشباب ده فرحان بالأهلي ومسؤول على الأهلي عنده قدرة على الإبداع ومسؤول على الأهلي وأنه يمرس عمله بسعادة يعني إحنا عيشنا الأدوار دي أشناها كلنا يعني فالحمد لله إنها مازالت موجودة هذه الأجواء بطولة بتقدم كوادر زي كل بطولة الكدر الأهلاو المهم كان في هذا الحدث المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة تحت السن مجلس الإدارة بيوكل إليه مسئولية رئاسة اللجنة المنظمة شوفوا بقى لما يكون عضو مجلس إدارة تحت السن يرأس لجنة منظمة لبطولة أفريقية كبيرة فيها كل هذه الوفود المشاركة فكرة كل بطولاتنا كده لما تلاحظ بتطمئل ومتقدم كادر مهم إداري معهم الضماطي اللي هو يكاد يكون تحت السن صحية يعني عدة ساعات ده رجل هنا ورجل هنا طيب هنشوف كلمة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة المنظمة في حفل الافتتاح الدافئ جدا اللي رحب بيه الأهلي بالأشقاء الأفرق بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور عمر علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة ونهيب رئيس الاتحاد الدولي السيد المدير التنفيذي لاتحاد المصري السادة السفراء والفرق المشاركة في البطولة جمهور النادي الأهلي العظيم الحضور الكرام ديوف مصر والنادي الأهلي العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن أرحب بحضراتكم جميعا مجددا على أرض مصر إذ نتشارك ونتواصل ونتنافس في إطار من الروح الرياضية على ملاعب النادي الأهلي العظيم الذي يعتز بعلاقاته مع الأشقاء الأفارقة في إطار علاقة تاريخية ومتميزة تجمع مصر بالدول الأفريقية توجت مؤخرا بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 لتعمل مع أشقائها على بناء السلام والتنمية لكل شعوب الكرر إن تنظيم النادي الأهلي لهذا الحدث الكبير يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدمسؤول الاتحاد الأفريقي لكرة طائرة ونحن بدورنا وانطلاقا من مسؤولياتنا نتعاهد أمامكم جميعا بتنظيم بطولة تعكس حجم هذه الثقة وبشكل يليك باسم مصر العزيزة وقارة إفريقيا والنادي الأهلي العريق وأود أن أتوجه بالشكر والامتنان لللجنة العليا المنظمة للبطولة ورؤساء وأعضاء اللجان والشباب القائمين على التنظيم الذين يعملون بكل جهد لكي تخرج بالشكل الأمثل الذي يليك باسم النادي الأهلي والاتحاد الأفريقي وأخيرا نرحب بحضراتكم مرة أخرى ونتمنى لكم تيب الإقامة في بلدكم الثاني مصر ولكل الفرق المشاركة التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة فيها رسانة وموضوعية وبتعكس الإحساس بالمسؤولية تجاه اللعبة وتجاه الرياضة وتجاه مصر كلمة موفقة مقتضبة مش طويلة لك عايز أقولك حاجة بقى وأنا سرحان وبتفرج على الصالة دي مفيش منشأ رياضي في مصر تم استثماره بهذه الكفاءة وأتى أكله كما أتت هذه الصالة صالة الأمير عبد الله الفيصل صالة الأمير عبد الله الفيصل اللي في التسعينات أنشئت واللي يا أستاذ إبراهيم لو شفنا عدد البطولات اللي احتضنتها كتير أتحدى إن كان فيه منشأ في مصر استخدم بهذا الشكل وهذا هو الغرض من منشأة مش إنه بقى عندي حاجة حلوة قوي وأحسن حاجة وأحسن منشأة وقعدين الفكرة دي قضية مهمة جدا ليه لأنه إحنا أكتر دولة عندها منشأة ده منشأة رياضية بس لا تستخدم يعني زي ما يكون بنبني متاحف ما الذي يحول بين مصر واستقبال فرق العالم ونكون هب أو مركز إنه يستقبل كل الناس اللي عايزة في الفترة الشتوية أو في فترات الصف وفترات الإعداد إنها تبقى الملطقة اللي بيسعى إليه لازم نفكر في هذا القام إزاي الفرق الكبرى تيجي تعسكر عندنا وتستمتع بمناخنا بمرافقنا بأسرنا بأجواءنا بثقافتنا بحبنا للضيف باحتضاننا له هو دي لو إحنا شعب مضيف صحيح هننجح مصر دي من السياحة الرياضية بشكل غير مسبوق عندنا المنشآت يا أستاذ إبراهيم اللي وإنت لما تيجي تكلف بتنظيم فجأة البطولة الأمم الأفريقية وتجد إن عندك مش وقت رتوش كده هذا الكم الهائل من الأستاذات هي مفاجأ؟ لا مش مفاجأ وتستطيع إنك إنت تخرج بتجربة دي إنك تنظم كاس عالم عايزين إن إحنا كشعب بقى ناخد ثقافة إن تعالوا يا عالم كلكم استمتعوا معانا في مصر التسويق الرياضي طيب في البطولة أيضا في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الأهل النهاردة فاز على SFA البوركيني 3-0 والمجمع البترولي الجزائري فاز على أسك ميموزا لإفواري 3-0 وفاب الكاميروني فاز على ريفينيو الرواندي أيضا 3-0 قرطاج التونسي فاز على DGSB الكنغولي 3-0 والسجون الكيني أحد الفرق القوية في البطولة فاز على جامعة نوكومبا الأغندي 3-1 ديفيد كالندو مدير بعثة الفريق الكيني فريق السجون للأنسات منبهر بمستوى التنظيم في البطولة وبدرجة اهتمام الأهلي بالفرق الأفريقية قال في تصريح مهم الأهلي هو عملاق القرى الأفريقية نجاحه في تنظيم البطولة الأفريقية للعام الثاني على التوالي هو أمر طبيعي خاصة أنه الأعرق على مستوى القرى السمراء وقال أيضا المسؤول الكيني أنه فريقه بيتطلع بقوة لتحقيق البطولة ويدرك أنه فيه منافسة قوية له مع الناد الآلي قال أنه في الموسم الماضي وصلنا للدور قبل النهائي وخرجنا أمام قرطاج في نصف النهائي لكن هذه المرة بيقول مدير الفريق الكيني أنه جاي للمنافسة بقوة على البطولة كينيا مشهورة بحاجتين طبعا على مستوى العالمي المسافات الطويلة هم أبطال العالم بقالهم مدى محتكرين هذا الكلام وسبب هايل جدا وغريب جدا أنه عندهم قرية لمعظم الأبطال منها على قمة جبل فالطريس مساعداهم قوي لا مفيش وسيلة انتقال غير أنه بينزلوا جاري يطلعوا جاري ده البداية كانت كده وأنا أظن أنهم محافظين على هذا الكلام فالمناخ والأكسجين فوق مختلف عن المهم في ألعاب القوة في الجاري مسافات طويلة ولكن اللعبة الشعبية الأولى عندهم طايرة الكرة الطايرة وخصوصا في مجال السيدات طول عمرهم هم المنافس الأول على البطولات مع مصر يعني الحقيقة وفرقة السجون وفرقتين عندهم فرقتين الأنابيب والسجون الأنابيب والسجون طيب مدرب أو مدير الفريق الكيني عنده هذا الإصرار في أنه ينافس على البطولة التصريح المهم من مدرب أسك المدير الفني لأسك من موزل إفواري الرجل قال بمنتهى الوضوح يا جماعة أنا أهلاوي وأنا أهلاوي في كرة القدم وأنا سعيد جدا أن أنا موجود في مصر وسعيد أكتر أن أنا أكون موجود في النادي الأهلي أجنتونة أكانتايو ده المدير الفني لأسك أعبر عن ساعاته بالتواجد في القاهرة قال الفريقي هذا العام يطمح في تحقيق مركز متقدم في المنافسة لكن قال أن أنا مشكلت في حاجتين نقص الخبرة عند لعبات الفريق لعبات أسك واختلاف الظروف المناخية اللي شايف أنها دلوقتي فرق المناخ هنا عن هناك عن كود ديفور مش في صالح لعبات الفريق لعبات أسك لكنه بيتوقع وبيتمنى فوز الأهلي بالبطولة دي بقى الحاجة الملاحظة جدا قال أتمنى أن يتوج الأهلي بالبطولة الأفريقية هذا العام أعتقد أنه قريب لذلك الأمر خاصة أنه الأهلي عنده هذا الاستعداد وقال أن الأهلي بالنسبة لي على المستوى الشخصي هو الفريق الأفضل بالنسبة لي وأنا بتابعه باهتمام ليس فقط في كرة الطائرة ولكن في كرة القدم وقال أن الأهلي يمتلك شعبية طاغية في القرى الأفريقية وبشكل عام وفي كود ديفور على وجه الخصوص ده مدرب جايب يقولك أنت الأحق وأنت الأفضل مشاعر الأفرق معظمة في مجمالها يعني كل ناس كانت تتحدث عن شعبية كرة القدم والأهلي والزمالك في الخليج والإسماعيلي في الخليج بحد الشغل دماغه أنه يشوف شعبية الفرع المصرية في أفريقيا عاملة زي اللي هي في اتجاه الأهلي بشكل واضح كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة